الظاهر كده ان زاكرة الرئيس الامريكي جو بايدن عطلانة من فترة كبيرة زي ما انتم شايفين كل يوم والتاني وسائل الاعلام بترصد ليه اخطاء كتيرة في ناس شايفة ان الاخطاء دي متحكة وناش شايفين انها اخطاء وردة من رجل عجوز زي بايدن لكن الكل متفق على ان الاخطاء دي لا تتناسب مع منصبه الحساس باعتباره رئيس اقوى دولة في العالم لو مش متابع زلة اللسان والاخطاء اللي بيعملها بايدن فانت فيتك كتير عموما خليك معايا في الفيديو ده وهتشوف اللي عمله بايدن وخلى العالم كله يضحك عليه وهي اللي قاله عن الرئيس الصيني ورئيس الروسي بوتن وكمان اللي اعتبر المحللين بمثابة نهاية الحكم بايدن كل يوم والتاني نشوف فيديو جديد لرئيس الامريكي جو بايدن وهو في حالة من الضياع والارتباك زي ما بيقولوا زي الفيديو الشهير اللي كان في مؤتمر التجديد السابع للسندوق العالمي لما فضل واقف على خشبة المسرح ومش عارف ينزل ولا يتحرك وكأنه انسان قاله وتفصل عن الشاحن ده غير الموقف اللي حصل لما وقع على المنصة بعد ما قال الخطاب في حفلة اخريك دفع من طالبة اكاديمية القوات الجوية الامريكية وقتها وقع على الارض بعد تسليم الشهادة لاخر طالب على المنصة ومن المواقف الغريبة برضو لما تسأل عن الزعيم الصيني والصحفي قاله انت ازاي بتقول على الرئيس الصيني انه ديكتاتور بايدن كان مش في وعي وقاله نعم صحيح هو ديكتاتور لانه بيحكم دولة غير امريكا من كم يوم بايدن هو بيتكلم عن قمة مجموعة السابع وقه حديثه لرئيس الفرنس الراحل فرانسوا ميتران وبدل من الرئيس الحالي ايمانويل ماكرون ده غير اللي عملوا خلال اللقاء مع رئيس الوزراء الكندي في قمة الشراكة الامريكية من اجل الزهار الاقتصادية في واشنطن لما اقطع في اسمه وقاله اشكر رئيس الوزراء ديو طبعا كلنا فاكرين اللي قاله ديو بايدن عن الرئيس الاوكراني فلادي ميرز لنسك لما قال محتاجين نتأكد ان الحكومة الاوكرانية يمكن ان تستمر في تقديم الخدمات الاساسية للشعب الايراني متخيلين الوضع وصل معنا لحد فين في الحقيقة مواقف بايدن وسقطاته ملهاش نهاية ويمكن كل اللي اتكلمت عنه لحد دلوقتي تعتبر مواقف سياسية محرقة لرئيس الامريكي لكن اللي هتشوفوه دلوقتي ملوش اي وصفة غير انه فيديو كوميدي ما هو مش معقولة برضو رئيس اكبر دولة في العالم مش قادر يصلب طوله ويطلع على سلم الطيارة بايدن هو طالع الطيارة وقع ثلاث مرات على رقبته قبل ما يلحق نفسه ويكمل درجات السلم ومن الغرائب برضو لما وصف منتزه جراند كانيون واللي معروف باسم الاغدود العظيم بانه احد عجيب الدنيا التسعة اهيو زي ما سمعته كده التسعة مش السبعة ولما الناس بدأت تضحك ووقف شوية ساكته بعدين قال هو انا قلت التسعة قاسف قاصد السبعة الاخطاء المتتالية من الرئيس الامريكي جو بايدن وضعت ادارته في مأز قبير جدا خصوصا ان الانتخابات الرئاسية على الابواب والمنافسين كلهم بيستنولوا اي غلطة علشان يستغلوها في الحقيقة هم ما بيعملوش مجهود في النقطة دي بايدن عمل يوزع عليهم هدايا واخطاء بالقملة كل يوم والتاني